يحصل حاجات في السعودية بحب دايماً ننقلها لحضراتكم وتشوفوها حضراتكم عارفين التقنية بتاعت الهيلو جرام تجسيد لشكل شخصية بمواصفات معينة كأنه واقف قدامك التقنية ديت موجودة بقى لك كذا سنة بس في المستقبل الهيلو جرام ده حيبقى كل حاجة يعني خلاص تبقى قاعد في البيت يبقى المدرس قدام ابنك هولو جرام عايز عمر أديب تجيبه في البيت هولو جرام يعني حيبقى فيه كمان معا تفاعل في المملكة البيئة السعودية بيعملوا حاجة بتدل على تكريمهم واعتزازهم بمطربينهم وفنانينهم الكبار ابتدوا مشروع ضخم لأرشفة الفن بتاع مطرب العرب وفنان العرب الفنان محمد عبدو ولما قولك أرشيف محمد عبدو تقول لازم يعني اللي مايعرفش جايز يقول لا يعني حيبقى دي لا ده حاجة ضخمة احنا بنتكلم على مئات الأغاني بعض المؤرخين بيقولوا بيعدوا ألف فاللي بيحصل ايه دلوقتي انه بيتم تصوير أرشيف محمد عبدو كله بطريقة الهولو جرام بحيث انه بعد ما يتعمل الأرشيف ده زي ما حادكم شايفين وطبعا تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية بعد ما يتم هذا الأرشيف محمد عبدو يعيش مئات السنين يعني كل حاجته تفضل موجودة تتفرج على محمد عبدو على طول وطبعا زي ما بقول لحضراتكم أرشيف محمد عبدو حاجة يعني أنا بكلمكم على المعروف يعني الأغاني المعروفة للناس بنتكلم على مئات الأغاني فمعمول مجهود جبار وده في إطار انه هما الناس دلوقتي بيكرموا الفنانين الكبار بيعتزوا بالتراث بتاعهم بيسجلوا للأجيال القادمة الشغل اللي بيتعمل ده هي نظرة محمد بن سلمان للفنان السعودي نظرة محمد بن سلمان للترفيه في المملكة العربية السعودية من كم يوم كانوا بيتكلموا على صناعة الترفيه وإيه اللي بيتعمل وهي موجودة ليه يعني ناس كتير أول ما الحكاة دي ابتدت في 2016 قالك إيه يعني آه يعملوا حفلة آه أغنية بتاعه ما حدش كان متخيل أن ده أسلوب علشان يبقى رؤية يغير مجتمع يغير مفهوم كامل للمجتمع احنا بنتكلم على 45 مليون واحد حضروا فعاليات من 2016 لغاية 2020 أكتر من 100 ألف واحد بيشتغل بشكل مباشر أو غير مباشر يعني هي مش قضية بس كمان تغيير المفاهيم جوه المملكة العربية السعودية وجود صناعة الترفيه تحسين الحالة المعيشية للناس هناك اللي استفادة من رغبة المواطن السعودي في أنه هو يحب أنه هو يحضر الفعاليات في بلده ويصرف في بلده بدل ما يسافر برة العوائد بالمليارات فزيان بقول لحضراتكو هي رؤية هي رؤية محمد بن سلمان الترفيه بعمل إزاي علشان يعمل نوع من أنواع النقلة في حياة المواطن السعودي يعمل توظيف يعمل أشياء كثيرة جدا شفناها في الفترة اللي فاتت وسط الشغل ده قدروا هيئة الترفيه تحصل على أربعة جنس أربعة أرقام في مؤسسة جنس اللي هي بتعمل الأرقام القياسية وفي ثلاثة في الطريقة إزاي أدي الأربع جواز مع المستشار توركي ألشيخ إزاي بتستخدم الفن إزاي بتستخدم الترفيه إزاي بتستخدم هذه الأشياء في أن حياة الناس تبقى أفضل ناس كتير كانوا بصين للموضوع يوم ما توركي ألشيخ راح من الرياضة للترفيه قال لك بقى ده يعني هيعمل إيه هو إيه الموضوع إيه الحكاية ولكن بعد أربع سنوات والوقت طبعا بيعد كتير ولسه جاي لغاية عشرين تلاتين رؤية محمد بن سلمان لهذا القطاع رؤية كبيرة إنه الناس يبقى فيه انفتاح في الحياة السعودية الناس تشوف كل الفن اللي في الخارج يجي لها وهي موجودة الإمكانيات زي ما ناس كتير دايما تقول لك أيوة بس دي ناس بقى عندها فلوس وعندها إمكانيات آه ممكن يبقى عندك فلوس بس بتستخدمها في إيه تم استخدامها في إيه فإحنا بنهني طبعا هيئة الترفيه على الجوائز اللي خدوها ومشروع محمد عبدو ده مشروع جبار ويستحق بصراحة لأنه رمز من رموز الفن السعودي